أول شغلة قالت صندرة هلأ الأحمر كنا بدنا نبلش نحكي عن البلدين مثلا بدنا نبلش نحكي عن الصين و بنرجع بنحكي عن اليونان و بدنا نفوت بالألوان حسب الكولتشرز يعني الحضارات كيف بتتكون والشعوب كيف أصلا تتأقلم مع المحيط طبعا الانفيرومنت اللي هي بتعيش فيها يعني إذا في بلدين بتكون كتير الانفيرومنت طبعا كتير حدة وآسيا وهيك بيكونوا ألوانة مثلا بيكونوا الأرشيتكتور بتكون الهندسة المعمرية طبعا بتكون آسيا مثلا و إذا بلدين عايشة على البحر و مطرح ما فيه الماي والسماء والهوى الرواء و كذا كمان بتكون الهندسة طبعا بتكون تشبهها معناتها الإنسان هو وقتها يعمر بيته أو يعمر مدينته أو يعمر بلده بيكون بيشبه الانفيرومنت اللي هو عيش فيه رح نبلش نعطيكم أفكار و رح نبلش ندوع الفكرة واحدة و واحدة بتكون الإشياء اللي عمقولة أنا أوضح هلأ هوني مثل ما دايما معوادين منحط نحن مثل ما بيقولوا العنوان الأساسي بالأول إنه الألوان شو بتعمل شو سيمبولزم يعني بترمز لعدة حضارات أروند دولد يعني بالعالم و هون حطينا الخريطة كلها و كلها الألوان يلي ما أقول نحطهم على خريطة العالم اليوم عبالي بلش خبر مثلا عن رح يبلش يبين معنا صورة رح نحكي عن تشاينا رحكي عن الصين و طلعت معي هلأ صورة اليونان أوكي رح نشوف هلأ رح يبين على الشاشة منها نحكي عن البلد اليونان نحنا كلنا بنعرف أنه بس نقول اليونان أو نقول جزر اليونانية دخل شو منتخيل اللون الأبيض والأزرق أكيد هي باي ديفولت يعني منذ ما أنا فسر كتير بلد على البحر جزيرة بنص الجزر بها البحر كله يعني شو الأبيض؟ الأبيض بيرمز للسلام للرواء هيكي أنه الانتعاش البرود اللون الأبيض يلي معتمد بليونان كمان لأنه في عنا السماء يعني بنطلع في فوقنا السماء والبحر كمانا بيّن على كل الجزر معناتها الأزرق بياخد هيدا اللون من السماء ومن البحر بس إذا بالتاريخ بنرجع شوية لورا كانوا هن باليونان كانوا بلاد كان فيه انتداب على اليونان وكانوا بالوقت الكوميونيستسيالي كانوا أصلا منتد بين هيدا المناطق كانوا بيمنعوا أنه هالشوقوب هيدا تستعمل للألوان القوية لأنه اللون كمانا بيقدر يعبر عن حالة معينة عند الإنسان يعني بالألوان الآسية أو بالألوان يلي فيها عنفوان أو فيها انتفاضة أو كذا كانوا بيقدروا أنه يعبروا بغير طريقة فجبروهن أنه الهندسة باليونان والمباني باليونان تكون تندهن ألوان هالأدى نوتر هالأدى أبيض هالأدى أزرق كمان الأزرق يلي كمان معتمد بالبواب كتير منشوفه بميكونوس أكتر شي وبالجزر الباقي أكيد منشوف البواب كلها مثلا لونة أزرق والمباني كلها لونة أبيض لأنه اللون الأزرق كان معتمد كمان بالصيادة صيادة باليونان كل البطويات أو الفلوكة أو هول القصص اللي بروحوا بيتصيادوا فيهم كان لونهم بلونينهم بالأزرق معناتها كان كمانا لون رخيص بالوقت وبيقدروا يعتمدوا هيدا يعني عامل من العوامل يلي بتخلي كمانا هالهندسة المعمرية اللي صارت بهيدا المناطق استعملوا الموجود يعني استعملوا بالفابول ونحنا منقول بالموجود جود إيه هن هيك عملوا استعملوا الأزرق اللي كانوا الصيادة بيستعملوه والأبيض لأنه كان يمكن بالإجبارة وكمان لأنه أهيان بلس في شغلة باللون الأبيض بنفكر وكمانا كانوا يعتمدوها باليونان ليش كانوا يدهنوا المباني أبيض لأنه الأبيض بيخلينا نحس بحالة البروت يعني جوا بقلب الإنتيريور اللون الأبيض بيعمل برود للإنتيريور بيخليين بورد ومن بره بيخلي الحرارة ما تفوت على قلب المكان يعني كمانا كانت القصة كونسبتويل خلينا ننقل على صورة تانية ونضوع على لون تاني وفكرة تاني الأحمر رح يبين معنا أول ما قلت يا ساندرا قلت أنت ضغري الأحمر يعني تشاينا أكيد إذا أنا بغمد عيوني هلأ وفكر أنه شو ما أقول يكون اللون الأساسي بالصين كلها منفكر أنه اللون الأحمر تشاينا ليش هيك؟ لأنه كمانا هن بيقامنوا أنه اللون الأحمر هو لون بيجلب لألن الحز يعني بيستعملوه كتير بكل الفستيفالات اللي بيعملوها بكل المعارض وبكل المباني على طول اللون الأحمر هو اللون الطاغي اللون الأحمر بيعطي الحز بالنسبة للشاينيز وهو بيرمز للقوة للباور يعني كمان وللعظمة مشان هيك من زمان الملوك كانوا يعملوه الأمبراطور كانوا على طول تيابه يبقى حمر وفيهم هيك مشحة أسود كتير سيليز كتير جدة مشان هيك الهندسة طبعا كمانا كانت تكون هلأدق آسيا لأنه هن شعب منظم وكتير ديكتاتوري يعني بالتفكير طبعا إذا منتطلع بالمباني طبعا تشاينيز كلها فيها ستيتمنت يعني فيها مثل أنه عم يجي يخبرني خبرية أنه انتبهوا نحنا موجودين معناتها اللون الأحمر أكيد كانوا بيشتغلوا كمانا بالأخضر وبالأصفر وبالأبيض وبالأسود بس اللون الأساسي والأكتر شي معتمد كان اللون الأحمر لأنه لون فيه باور مشان هيك الهندسة هون صارت اعتمدية اللون الأحمر لأنه الشعب بحد ذاته بيفكر بهذه الطريقة منقول على الصورة اللي بعدها ومنروح على ألوان الرواء أكتر وعلى البيوت يلي منسميهم coastal countries يلي هن بيكونوا على الكوست يعني على البحر في كتير مناطق بيتعمر عليها بطريقة اللي عم تشوفوها هلأ بالصورة هي هالبيوت يلي بتتعمر حد البحر الكوست يعني على الخليج أو على البلدين الكبيرة مثلا مثل أمريكا كتير منشوف نحنا بفلوريدا وبهالبلدين بهالمناطق بيلي فيها البحر كتير مادد كتير كبير يعني هون الأرشيتكتور بتكون بهذه الطريقة اللون الفاتح ولون كمان بيعمل ريفلكشن للسماء وللبحر وللرواء ما فينا نتخيل أنا على البحر مثلا رح يتعمر أرشيتكتور فيها مثلا حجر أو أرشيتكتور فيها لون الأسود أو لون الأحمر أكيد بدو يطلع كتير غريب بشان هيك الإنسان وقتا بيفكر بدو يعمر بالمنطقة يلي بدو يكون موجود فيها هو من دون ما نشعر بدنا نصير ننتمي للإنفايرومنت تبعنا الطبيعة على طول بتحكم على الإنسان كيف أنه يتعاطى بالنفيرانمان تبعيته بالسيراوندين تبعيته أنه يقدر يعمر الأرشيتكتور تبعه خلينا نقول كمان على صورة تانية ونفرج الألوان هون عم نتطلع بمكسيكو بس نفكر نحن بالمكسيك شو منتخيل نتخيل الميوزيك منتخيل الرأس منتخيل الجوي الفرح هن شعب بيضل يغني بيضلوا فرح بيضلوا ينكت بيضلوا على طول بحالة يعني مرتحين ومبسوطين وهيدا هو الكلتشر طبعا مشان هيك وقتا منتطلع بالأرشيتكتور تبعيتهم منتطلع بالألوان قديك كل البنايات ملونة من كل الألوان هن لأنهم شعب هيك بيعبروا عن حالهم وعن طريقتهم بالهندسة المعمرية تبولهم أنه يستعملوا كل الألوان وكل مكان الماتشينج تبعى الألوان كيف بينسقوا الألوان مع بعضها كتير مهضومة يعني ما فيها أبدا مثل ما بيقولوا قوانين قد ما هي كل واحد شعبه له يدهن هالفصاد تبعيته بيدهنها هيدا الشي كمان بيفكرني وبيخليني شوف أنه الكلرز بيشبهوا الشعب الهندسة المعمرية بتطلع من الروح والشعب والإنفيرومنت يلي الإنسان عايش فيه المكسيك هيك كل الألوان مسموح فيها وما فيه أبدا باوندريز وما فيه أبدا مثل ما بيقولوا يعني الأرشيتكتور فيرناكولار تبقولون يلي هي صارت رمز بالمكسيك من ورا الشعب الشعب هيك كل واحد شعبه له عمل رح كفي بعد وشوف صور تانية ونحكي عن الأرشيتكتور بالمغرب مثلا أو إذا بنا نحكي عن الأرشيتكتور وينفي عنا الأراباسك والكولرز يلي هلا بيبينوا معنا مثلا اللون البلو التركواز لون الصفد كيف بينشغل هولي مثلا بالمغرب كتير مننتبه ومنشوف أنه بيستعملوا اللون الأزرق كتير لون الأزرق لأنه لون موجود فيه وفي ذات الوقت بيعطي فرح بالمغرب بيستعملوا هيدا اللون كتير وطلعوا هون بالصورة هيك على جنب محطوط ألوان البهارات ما هيدول الشعب كمان عندهم بالكولتشر عندهم البهارات كل الألوان موجودة فيها والطاغي بينتهم عندهم الأصفر عندهم الباج واللون البلو يعتمد بالمغرب بالأخص وفي مدن مثلا مدهونة كل الأزرق وهلأ صارت الناس بتروح عليها ديستينيشن لأنه الأزرق هو كولر بيعطي كمان الفرح وبيعطي الرواة فهون كمان الكولتشر لأنه بالمغرب كمان منتطلع أنه بالأرشيتكتور تبعوتهم هي كمان حد أنه حواليهم ما عندهم على طول يعني بالمناطق الجوانية ما عندهم البحر كتير فيه صخور حواليهم كتير فيه قصص مثلا بتخلي الإنسان عايش رح نقول أنتروفيرتي ما أنه كتير عنده انفتاح بس اللون الأزرق مع اللون الرملة لأنه فيه صحرة مرات فيه الألوان التورابية هيده الميلانج طلعت كمان من ورا المودة فيه كيف بعيشوا كيف أكلهم من ورا بهاراتهم يعني تخيلوا قدي المودة فيه طريقة الحياة بتأثر على هندسة المعمرية شوفوا هالإجزامبل من وين لوين أخدتنا على الأرشيتكتور كيف اعتمدوها رح نشوف هلأ كمانا باليابان إذا منتطلع بهيد الصورة ومنشوف هون قدي الألوان يلي الباج والجري والوف وايت هول الألوان يلي بيعملوا ريفلكشن أو بيخلونا نقشع أكتر ألوان الطبيعة باليابان هن شعب بكتير بيأمن بالطبيعة وما بيحب أبدا يأذي بالطبيعة يعني نووي قدر ينزل أرشيتكتور تنزل بالطبيعة وتحس أنه نخضط هالإنفيرومنت يلي باليابان بيأمنوا أنه الإنسان هو نيتشر معناتها الأرشيتكتور تبعيتهم راحت على الألوان الكتير باهته وكتير تارن كرميل تنزل تنزل بها الغابات يلي عم نشوفها هلأ بالصورة مثلا حطوا هيدا الكولر اليالو لأنه هو اللون الفرح أكيد وبيعتي ستيتمنت بس ما فيه ألوان تاني يعني بتحس أنه الأصفر مع السقف يلي بيكون لونه مبين عشوي مثل الشجر يعني إذا نحنا بالطيارة ما منقشع هيدا البيت موجود منحسه كمانا كأنه قاعد بقلب هيدا الغابة هول الألوان يلي بيعملوا ريفلكشن للنيتشر بيعتمدوا أكتر شي باليابان لأنه هن بلاد الزن وبلاد الرواق وبلاد الاحترام للإنسان وللطبيعة راح نفوت هيك بكولر بالتشوفوا هلأ مثلا هيدا اللوحة طلعوا البحر طلعوا كمانا لون الرمل وطلعوا لون الصخر هون وشوفوا هالبالات الألوان إذا واحد بدو يجي يفكر هون يعمر أكيد بدو يفكر بهيدول القلورز مش راح يجي يسقط هون البروجيت أرشيتكترال ألوان غريبة عجيبة مثلا حتى الأبيض هون بدو يطلع غريب لأنه الصخر يلي بيطلع من هيدا الأرض منه لونه أبيض ولا لونه لونه أصفر يعني لون يعني مساميه أرجيله معناتها هون الطبيعة تفرض حالة على الأرشيتكت أو على الشعب وقت اللي بدو يجي يعمر بهيدا الأيريا بدو ينتبه أنه بدو يعمر من البروجيت الموجود فيها يعني بدو يستعمل الحجر الموجود وبدو يعتمد للكلورينج كله اللي حواليه هيدا منذ ما نحنا نفكر إنسان بحد ذاته ركبة هيك وخلقه المدن وخلقه الجزر وخلقه الشعوب ومن بنت الحضارات من الطبيعة من الطبيعة خلقه الهندسة ومن الإنسان كمان خلقه الهندسة كمان راح نشوف بلات تانية حطينا هيك بلات تانية ألوان مثلا مع الصحرة إنه إذا بتطلعوا مثلا بالصحرة بالبلد الصحراوية مننتبه كتير إنه المباني اللي بتتعمر بتكون من المباني بتجي كأنه هيك رملية يعني اللون حتى إذا بنسكر سوى ونتطلع بالتراث طبع البلدين العربية مثلا بنعرف على طول البيوت كيف تبقى معمرة بتبقى معمرة عن جد من هالألوان الترابية من هالقدر رملية كمان هيدا مش لأنه طلع عبالهم يعملوا هيك كمان لأنه هن شعب إنسان عايش بهيدا الانفيرومنت وطلعت من عنده هيدا الارشتكتور إن شاء الله اليوم هيك بهالملخص عن الكولرز كيف الهندسة المعمرية بتحكي مع الألوان كيف الإنسان بيتعاطى مع هيدا الألوان ومع هيدا الانفيرومنت ياللي عايش فيها نكون وصلنا فكرة جديدة عن الحضارات وعن الهندسة المعمرية بالعالم شو رأيك يا سامبرا؟ هنادي أنا لما شعستي كيك عم تحكي عن البلدان دو غير تذكرت لبنان عم قلو لقاليو شو ما أقول أول لون يخطر على بالنا بس نقول لبنان جاوبنا جاوب واحد الأخضر الأخضر لأنه في كتير مساحات خضرة بالإضافة أكيد للون الأرميد ولون الحجر القديم